اليابان النهاردة زعيلت عليها؟ جداً أنا زعيلت على اليابان زعيلت على مورياسو جداً 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 ربع عليك هاريدي مورياسو كريم ادانا فكرة انت عارف ممكن تقايم المدرب بطريقتين مدرب قادر يغير النتيجة ويعمل كامباك من التراجع في النتيجة ويقلب النتيجة يتعادل ويكسب ومدرب تاني عنده بقى خطة وبلان دل مطش ومحضر كذا سيناريو الجزء التاني ده بتاع مورياسو رغم خروج اليابان هو المدرب الأنجح في ده انك ترجع يا كريم مرتين في نتيجة قدام بطلين لكاس العالم قدام بطلين لأوروبا قدام فرقتين أقوية زي أسبانيا وألمانيا حاجة تحسب لي جداً بالذات في مباراة ألمانيا وصد أول مفاجأة في كاس العالم الرجوع من 1-0 شغط التاني تغيير خطة بالكامتة 4-3 تميسسو اللي شايفينه طول عمره باك يمين معارضنا لودي باك شمال ويرفع الكورة فوق ويدغط بإدسو كل اللعيبة اللي فوق ويقدر انه يتعادل ويخطف ألمانيا في هدف تاني نفس الشيء في أسبانيا لما تراجع لما تستقبل هدف شوط الأولاني بتاع مورطة الشوط التاني غير تكتيكياً نحن دايما نقول الشوط الأولاني بتاع العيبة هو شوط التاني بتاع مديرين فنيين هو أكبر إثبات لده كحقيقة خسارة طبعاً انهم طلعوا يعني المداء عليه هو كمدير فني لكن ده اللي زعلني على يبان فعلاً إدارة مرياسه اللي كان ممكن يروح بعيد جداً